الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الرحمة المهدى محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم ثم أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بكم أبنائي وبناتي في درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية واليوم بإذن الله عز وجل في مقرر التفسير بحول الله سبحانه وتعالى نستأنف يا أبنائي تفسير سورة الكهف ولدينا اليوم يا أبنائي قصة عجيبة حصلت وذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة هذه القصة حصلت مع موسى عليه السلام فما هي هذه القصة وأين العجب فيها وما هي أحداث هذه القصة كل ذلك وأكثر بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نأتي على بيانه ولكن قبل أن نبدأ هل الكتاب حاضر جميل رائع والقلم من أجل التعليق والمتابعة أحسنتم أبنائي وبناتي بارك الله فيكم إذن دعونا نستعين بالله عز وجل ونتوكل عليه من نشرع في درسنا لهذا اليوم كما ترون الوحدة الأولى سورة الكهف يتوقع من الطلبة بعد نهاية الوحدة أن يكونوا قادرين على قراءة الآيات قراءة صحيحة أيضا بيان معاني الكلمات الغريبة كذلك تفسير الآيات المحددة من سورة الكهف أيضا استنباط الفوائد من الآيات وكذلك ذكر قصة موسى مع الخضر أيضا بيان مشاهد يوم القيامة الواردة في الآيات وأيضا استنباط شروط قبول العبادة من قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إذن كما ترون الدرس الأول تفسير الآيات 60 إلى 64 من سورة الكهف وهذا هو رابط الدرس الرقمي أبنائي وبناتي لمن أراد أن يتابعنا من خلاله البداية كما جرت العادة ستكون بذكر الأهداف أن نتعرف على قصة موسى وفتاه أيضا أن نطبق ما سنتعلمه من خلال هذه الآيات أيضا أن نستنبط الفوائد من القصة نستمع سويا أبنائي وبناتي لهذه التلاوه الطيبة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم نعود مرة أخرى بإذن الله تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا هذه الآيات دعونا نبدأ في ذكر معاني الكلمات الكلمة مجمع البحرين أي مكان اجتماعهما والتقائهما حقبا يعني زمنا طويلا سربا السرب هو النفق في الأرض هذا ما يتعلق بمعاني الكلمات ومنها ننطلق لنتحدث ونتدارس سويا التفسير التفصيلي للآيات قال الله تعالى وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهِ مَنْ هُوَا فَتَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ هو يوشع بالنون قال الله عز وجل على لسان موسى لا أبرح أي لا أزال سائرة حتى أبلغ مجمع البحرين أي حتى أصل ملتقى البحرين كما ذكرنا في معاني الكلمات أو أمضي حقبا أي لو أسير زمنا طويلا إذن موسى عليه السلام يخاطب من الآن؟ يخاطب فتاة من هو؟ أحسنتم يوشع بالنون ماذا يقول له موسى عليه السلام؟ أحسنتم يقول لأنني أريد أي لا أزال أسير أريد أن أصل إلى أين؟ أحسنتم إلى ملتقى البحرين ممتاز طيب فلما بلغ مجمع بينهما أي بين البحرين مكان التقاء البحرين هذا المكان يلتقي فيه البحر الأول مع البحر الثاني فهو مجمع بينهما أي مكان التقاء البحرين ماذا حصل بعد ذلك؟ نسي حوتهما الذي كانا قد حملاه معهما وكانا قد نزلا عند صخرة لاحظوا يا أبنائي فوضعا رؤوسهما عندها ونام موسى بعد ذلك لاحظوا الآن الشيء الذي سيحدث وهذا الأمر العجيب فاضطرب الحوت إعادة إليه الحياة مرة أخرى وخرج من المكتل المكتل هو السلة أشبه ما يكون بالسلة التي توضع فيها مثلا الثمار أو بعض الأطعمة أو غير ذلك وسقط في البحر لاحظتم يا أبنائي؟ وهذا شيء عجيب وهذا شيء في غاية العجب وفي غاية الغرابة طيب نكمل فاتخذ أي الحوت سبيله يعني طريقه في البحر سربا كما قلنا ما هو السرب يا أبنائي؟ هو النفق في الأرض فلما جاوزا من هما؟ من هما؟ أحسنتم موسى عليه السلام وفتاه أي جاوز المكان الذي ذهب عنه الحوت قال أي موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا أي السفر الذي جاوزا فيه المكان نصبا أي تعبا موسى الآن يطلب من فتاه أن يضع ويحضر لهم الغداء فإنهم قد اجتهدوا وأخذ منهم التعب جراء هذا السفر قال قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت الآن ما الذي يتحدث؟ أحسنتم يوشع بن نون وهو فتاه موسى الآن يتحدث بعد أن طلب منه موسى عليه السلام أن يأتي بالطعام قال يوشع نسيت أن أخبرك بأمر الحوت وقصته وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره أي وما أنساني أن أذكر لك يا موسى ما حصل من الحوت إلا الشيطان طيب واتخذ سبيله أي واتخذ الحوت طريقه في البحر عجبا لاحظتم؟ نعم شيء عجب يعجب منه أي شيء يعجب منه لاحظوا وموضع التعجب أن يحيى الحوت وهو ماذا؟ قد مات لاحظوا وفوق هذا وأكل بعضه ثم يذهب إلى البحر وفوق هذا أيضا من الأمور العجيبة ويبقى أثر جريته ومشيته في الماء لا يمحو أثرها جريان ماء البحر أرأيتم؟ أمور عجيبة حصلت هذا الحوت يا أبناء قد مات وأوكل منه ومع ذلك الله سبحانه وتعالى أعاد إليه الحياة اضطرب كما قلنا أي أعادت له الحياة ثم وذهب وقفز إلى ماذا؟ إلى البحر واتخذ سبيله في البحر سربا وبقي أثر هذا الحوت في البحر لم تزله الأمواج هنا قال موسى ماذا قال؟ قال ذلك أي ما ذكرت من فقد الحوت ما كنا نبغي لاحظوا موسى عليه السلام يقول هذا الذي كنا نبغي ونريد هذا الذي كنا نبغي ونريد أي هذا الذي نطلب لماذا؟ أحسنتم يا أبنائي لماذا قال موسى ذلك لفتاه؟ لأنه العلامة على وجود الرجل الرجل الذي نريد ومن هو هذا الرجل؟ أحسنتم هو الخضر وسنأتي بإذن الله سبحانه وتعالى على تمام هذه القصة وما حصل بين موسى عليه السلام والخضر فارتدى على آثارهما أي رجع من حيث جاء قصصا أي يتبعان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة التي فعل الحوت عندها ما فعل رأيتم يا أبنائي؟ هذه قصة عجيبة وفيها من الفوائد العظيمة من يذكر لي فائدة من الفوائد؟ أحسنتم أن الله سبحانه وتعالى قادر سبحانه على كل شيء أحسنتم بارك الله فيكم إذن من فوائد هذه الآيات أن النسيان من طبيعة الإنسان ولو سلم منه أحد لسلم منه الأنبياء عليهم السلام إلا فيما يبلغون عن الله فقد عاصمهم الله من نسيانه نعم فيما يتعلق بأمور البلاغ بأمور الدين بالأحكام بالعقائد بغيرها مما يتعلق بالدين فإن الله سبحانه وتعالى عاصم الأنبياء عن النسيان كذلك أن النسيان قد يكون من الشيطان ولا سيما في الأمور المشروعة ولذا شرعت الاستعاذ بالله منه والإكثار من ذكر الله تعالى لطرده وإبعاده يعني لطرد الشيطان وإبعاده ماذا نفعل؟ أحسنتم نكثر من ذكر الله عز وجل ونكثر أيضا من الاستعاذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم بعد ذلك أبنائي وبناتي وبعد أن تناولنا هذه القصة العظيمة التي تدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء وهي تمهيد لقصة أيضا عجيبة أخرى ستأتي وسوف نذكرها بحول الله سبحانه وتعالى بينما أحسنتم بين موسى عليه السلام والخضر بإذن الله سبحانه وتعالى سنأتي على بيانها في الدروس القادمة بحول الله عز وجل وقبل أن ننتهي أيها الرائعون والرائعات دعونا نتوقف سويا لنستعرض ما يتعلق بالتقويم السؤال الأول بين معاني الكلمات الآتية لا أبرح ما معنى لا أبرح السؤال الكلمة أو العبارة التالية مجمع البحرين جميل طيب ما معنى حقوبا جيد طيب ما معنى سربا ممتاز بينا ما معنى السرب أليس كذلك طيب ما معنى نصبا جميل رائع السؤال الثاني في الآيات ذكر آية عظيمة من آيات الله الدالة على كمال قدرته ما هذه الآية أبنائي وبناتي جميل أضع هذا السؤال بين أيديكم وأنتم بإذن الله عز وجل أهل لإجابته السؤال الثالث علل ما معنى علل ممتاز يعني أذكر السبب علل لمشروعية الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم عند النسيان لماذا ما السبب ما الحكمة لماذا نستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم عند النسيان إلى هنا أيها الرائعون والرائعات نكون قد وصلنا سويا لنهاية درسنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم بحول الله عز وجل في درس آخر قريب دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة